اشتركوا في القناة او خارج من الوظيفة طبعاً مش لابس اللباس رسمي اللي عليك فالناس ما بتعرف بينيته ففي حال強 تذكرت ماذا تؤذ PT اتقول انا مثلا انا موقائي والخلاص او مثل انا مخابرات وخلاص طيب او même ممكن الق 기대ة انه مخابره او او آمن وقائي او لقي شرطين ولكن بدون ان يكون معك قد ابحت اثبات او بطاقة شخصية لن يفعل الوظائح شخصاً عندنا بهم DOT هذا الوضع يعني ما يتساهل فيه. فأنا بدأ النصيح اللي بتعطيها إذا أنا كنت في حالة بتنخرج وظيفة أو سلاح على إيدي اليمين أو سلاح على إيدي الشمال بدي أحمل بطاقة الوظيفة في المنطقة في الاتجاه المعاكس من سلاحي. ليش؟ لأن مثلا بدأ أحمل سلاحي في إيدي اليمين كيف دأعرف على نفسي؟ دأعرف على نفسي بإيدي الشمال. طب هويتي وين؟ إذا هويتي كانت في إيدي اليمين طبعاً بصير سلاح مثلاً سحبت السلاحي وإيدي في الأمام بصير خطأ أو بصير يعني مش تاكتكياً مش مش وغير سليم. فداماً بأحمل على في الجيبة اللي بتكون مثلاً على الجنب طيب. ومثلاً في حالة بدي أشهر سلاحي طبعاً أنا موجود مثلاً معي البطاقة بهذا الشكل طبعاً بتكون الباج عندي موجودة وبتكون مثلاً رقم الرقمي عليها أو رقم الدبوعي اسم المنطقة اللي بأشتغل فيها كل أشياء هاي. على أساس أن أتعرف عليه. نفس الشيء بيكون مثلاً معي بطاقة مع صورة مع كل شيء بيكون موجود فيها اللي بدي يطلبها بدي يتأكد أنه أنا مثلاً الشخص اللي أنا بتدعي أني أنا هو فممكن أن يشوفه. طيب. بدي أسحب سلاحي. مثلاً وأعرف على حالي مثلاً أقول أني أنا شرطة أو حسب كيف أنتم بتعملوا عندكم. مثلاً أعرف على حالي أنا مثلاً شرطة يعني مش شرطة إن أقول أنا من وين أو كذا خلص شرطة شرطة ما أم ما فيها. شرطة أو مخابرات أو أمن وقاية أو كذا مثلاً بدي أسحب سلاحي بهذا الطريفة. فممكن أخلي مثلاً سلاحي بهذا الشكل خلص عرفت على حالي بعدين برجع بضب هاي شاب كيف وأنا بعدي مسيطر على الوضع على أساس أني مثلاً بدي أسحب الكلبشات مثلاً وأكلبش وعمل كذا. إيد بتكون فيها سلاح وإيد بتكون فيها الأشياء الثاني. طبعاً أنت بتتصرف الوضع حسب شو اللي بصير معك. يعني مش شرطة إن يكون بهذا التسلسل أو بهذا الطريقة أو بهذا الشكل. لكن كل وضع إلو يعني طبعه أو وضعه الخاص. هذا هو بالنسبة للنصيحات. سواء إذا كنت مثلاً مدني أو كنت مثلاً خارج وظيفة طبعاً ومش حامل الباج مثلاً على جنبك جنب السلاح. وكان مثلاً بالدوزدان بهذا الشكل. أو مثلاً في بعض الناس بيكونوا بيحملوا مثلاً الوظيفة. يعني عطفاً بطاق الوظيفة مثلاً بالجيبة مثلاً هذه. داماً نخليها بالاتجاه المعاكس عن الجيبة. شاب أنا كيف دورت. عشان البنطلون مثلاً يكون فيه مثلاً ثمن أو تسعة جيب. كل مخرط فيها. فدائماً نخلي جيبة تكون مخصوص للبطاقة اللي يكون وضع البطاقة تكون موجودة فيها. هذا هو بالنسبة لنصيحة اليوم. أعطيكم العافية. ونشوفكم على فيديو الثالث من سلسلة نصيحة للزملاء. والسلام عليكم. أبعدوا الأسلحة المتناول الأطفال. وخليكم على التواصل معنا ومعوا أسئلة أو تعليقات يتركوا في المكان المخصص. شكراً لكم. شكراً لكم. ترجمة نانسي قنقر